بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمر العمل في معبر أرقين لأعادة المواطنين المصريين من السودان وكذلك تسهيل عبور العلقين من هناك من مختلف الجنسية الصديقة والشقيقة وفي هذا الإطار تواصل فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري جهودها عند المعبر لمساعدة العائدين وأقامت تلقى الفرق مركز خدمة إغاثية إنسانية عبر معبر أرقين الحدودية لتقديم خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغدائية يأتي ذلك أيضا بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأسباب